مشهد جميل ومضحك حدثني داخل البيت قد تحت بار البيت وجدت هذا الطط الجريب على الباب وفجأة ودى كل جرأة دخل مباشرة إلى المطبخ توجه إلى المطبخ وجلس هذه الجلسة التي نشاهدها أمامنا جلس باشتياح وكانه ينتظر الأكل لا يعرفني ولا أعرفه ولا يعرف العمارة ولا يعرف البيت ولا أعرف حقيقة من أين أتى هذا القط الغريب والعجيب حملت إلى باب البيت وحضرت له قطة من النقانق أكلها لكنني لم أشعر أنه جاعب الظاهر عليه أنه يريد أن يدخل البيت ويجد مكان ليعيش فيه أو يرتاح فيه بالفعل مش هتزريب لقط ربما يكون قط تائه لكن أغريب الموضوع أنه لديه الجرأة الكبيرة كما نشاهد أمامنا يدخل البيت لا يعرفه ويتبطح على الأرض كما نشاهد أمامنا وكأنه يعرف البيت منذ زمن يبقى المشهد مضحك وراع وذريب لنفس الوقت ربما أستطيع تسميته القط الغامض لأنه يمتد الكصة غامضة لا أعرف من أين أتى وماذا يريد رأينا أصدقائي مشهد مثير في عالم الحيوان وحسطن القطط